السلام عليكم ورحمة الله ازاي طلبة الصف الثانية الاعدادة هنحله مع بعض ان شاء الله انتحان محافظة المنفية للترم الاول ياريت قبل ما بدأ الحالة ما تنساش العجاب بالفيديو واشتراك في القناة اول سؤال عندي listen and choose the correct answer استمع واختار الاجابة الصحية هنسمع مع بعض ونحاول نختار We should eat healthy diet Vegetables are healthy Not some fish contain protein We shouldn't eat fast foods نسمع داني We should eat healthy diet Vegetables are healthy Not some fish contain protein We shouldn't eat fast foods Are vegetables healthy هل الخضروات بيكون صحية Yes أيوه هم ايه صحية What do not some fish contain المكسرات والسمك بيحتوى على الايه على البروتين What types of food shouldn't we eat أي نوع الطعام اللي ما ينفعش اللي ينبغي ان احنا نأكله Fast food الا طعمة السريعة والواجبات السريعة What says the text about النص ده بيكون عن ايه عن healthy diet يعني نظام متوازن صحي تاني سؤال معناكم and please follow on the dialogue أكمل الحوار الآتي مونة is asking هبا about her family and daily routine مونة بتسأل هبا عن عائلتها وروتينها اليومي مونة بتقولها Hello هبا Hello هبا How are you كيف حالك بتقولها Hi مونة I'm fine أنا بخير أو I'm good بعد كده سألت سؤال وهبقى لها There are five people in my family في خمس أشخاص موجودين في عائلتي يبا هنا بتسألها عن عدد الأفراد اللي موجودة في عائلتك يبا أسأل بهو ايه How many How many people كم عدد الأشخاص How many people are there in your family كم عدد الأشخاص في عائلتك هبقى تلاها ايه خمس أفراد بعد كده مونة سألت سؤال وهبقى تلاها I get up at 6.30 in the morning أنا باستيقظ الساعة السادسة والنصف في الصباح يبقى متى تستيقظين يبقى when متى يعني when هنا مدرع بسيط عدد اليومية يعني يتبقى أطلع فعل مساعد اسمه do and get y تتحول إلى you يبقى when do you get up متى تستيقظين يتلاها at 6.30 in the morning do you like to study هل انت بتحبي المذاكرة أو الدراسة قد تلاها حاجة وقعدها تلاها my favorite subject is English يبقى أنا سؤال بهل إجابته yes أو no يبقى yes i a u تتحول إلى i وهنزل بالكلمة do then yes i do what do you do in the evening انت بتعملي ايه في المساء ممكن تقول لها ايه دي عادة يومية باكتبها بصغط المدرع البسيط يبقى i watch i watch tv انا بيشاهد التلفاز بعد كده read the following then answer the questions القطع نارى بعدين نجواب على الاسئلة most people have three meals every day معظم الناس بيكون عندهم ثلاث واجبات كل يوم breakfast, lunch and dinner الفطار بالغضاء والعشاء they eat these meals at noon times هما بيتناولوا عزي الواجبات في اوقات معروفة in the morning, in the afternoon and in the evening الصباح بعد الدهر وفي المساء but in fact لكن في الواقع most of them don't care about what they should eat for each meal لكن معظمهم مش بيهتم هما يبغى ان هما يقولوا ايه في كل واجبة والسوذم اللي هما ايه الناس معظم الناس doctors say اللي طباب يقولوا that healthy food is very important الطعام الصحي بيكون مهم جدا and people should eat lots of fruits and vegetables والناس ينبغى ان يتاكل الكثير من الخضروات والفواكه people shouldn't eat too many cakes الناس لا ينبغى ان يتاكل الكثير من الكعك الحلويات يعني doctors advise people to drink a lot of water and milk everyday الاطباب ينصحوا الناس انهم يشربوا الكثير من المياه واللبن كل يوم and not to have too many sugar drinks ولا يشربوا الكثير من المشروبات السكرية keep healthy لتحافظ على نفسك يعني يلوق بدنيا doctors advise people not to stay at home all the time الاطباب ينصحوا الناس انهما ما يعودوش في المنزل طوال الوقت they should go for walks ينبغى انهما ايه يخرجوا للمشي do exercise يتدربوا يعملوا تمرينات or practice any sport او يمرسوا اي رياضة the underlying word them refers to كلمة ضمير زم عيد عالمين معظمهم لا يهتموا بهم ما بيأكلوا ايه يبقى معظمين معظم الناس يبقى it refers to people عيد على الناس people care about food الناس بتهتم بالطعم هما معظمهم مش بيهتموا يبقى القليل منهم بيهتم يبقى few people care about food doctors say that people shouldn't eat too many لطباب يقولوا انهما الناس لا يجب انهما ايه هنقولوا كسير من ايه too many cakes من الكعك بعد جدا السؤال الرابع what should people eat and drink to keep healthy ماذا ينبغى ان يأكل الناس اللي يحفظوا على صحتهم يبقى they should eat ايه lots of fruits and vegetables اللي جابة في القطع يبقى people should eat lots of fruits and vegetables دي جابة السؤال الرابع بعد كده how many meals are there in the day كم عدد الواجبات اللي موجودة في اليوم بيوجد 3 واجبات يبقى there are there are 3 meals طبعا لهما breakfast ولانش ودينر يفضل ان احنا ايه نكتبهم يبقى 3 meals every day breakfast lunch and dinner breakfast lunch and dinner طبعا بردو موجودة الاجابة ايه في القطع اوكي بعد كده السؤال السيدس what do doctors advise people not to do الأطباء بينصحوا الناس ان هما ما يعملوش ايه not to stay at home all the time ان هما ما يعودوش في البيت طوال الوقت يبقى not to stay يبقى حنقول ايه doctors advise people not to وبدل دو حكتب ايه حكتب stay at home all the time من اول هنا doctor advise people not to stay at home all the time من اوما ما يعودوش في البيت طوال ال ايه طوال الوقت بعد كده تشعز correct answer اختاري الاجابة الصحيحة is when different people with different ideas talk about something عندما ناس مختلفة بتكلموا عن افقار مختلفة ناس مختلفة بافقار مختلفة بتكلموا عن موضوع يبقى ده اسموا ايه debate يعني منظرة بنظروا بعض it was raining for days and then there was an a so people used pots to leave their homes كانت تمطر الايام بعد كده كان في ايه لذلك الناس استخدموا القوارب لكي يغدروا منازلهم يبقى كان في ايه كان فيه فيضان بسبب الامتار الكسير in the last world cup finals في انهاء كاس العالم الاخير there were a of people watching the matches كان يوجد لايه الناس بيشاهدوا المباريات crowds يعني جموة يعني ناس كتير جدا crowds of people never eat a food or you will get ill لا تأكل طعام ايه وإلا سوف تصبح مريض palliuted food يعني طعام ملوس she is learning because she wants to improve her handwriting هي بتتعلم ايه لانها تريد ان تحسن كتابتها والخط يدها يبقى بتعلم الكاليجرافي فن الخط we should give a lot of A to charities these days because prices are high ينبغي ان نقدم الكسير من ايه للمؤسسات الخيرية هذي الايام لان الاسعار عالية الكسير من donations التبراط donations my young son is A and never puts his books away ابن الصغير بيكون ايه وهو لا يضع كتبه في مكانها بتوي يضع في مكان طيب never puts away يعني لا يضحه في مكانها is A is messy يعني فوضوي where did your grandparents اينا عيش والديك كانوا بيعيشوا فين هنا عندنا طبعا يوستو هنا ممكن اقول where did your grandparents live لكن هنا مفيش في الاختيار live في المصدر ايه اللي تنفع بعد live لاني ذب بجيب بعدها الفعل في المصدر لكن عندي حاجة سماية يوستو هختارها من غير D يعني هختار D مش D هختارها في المصدر used to live this is the house my father built for us this year هذا المنزل الذي بناه قبي لنا هذا العام هنا بتكلم عن المنزل كشيء مش كمكان احنا عايشين فيه يبقى this is the house which my father built بتكلم عنه كحاجة غير عقل مقصدش به المكان انا بتكلم عنه كبناء مبنى مش مكان انا عايش فيه الاهلي team play most of their matches these days فارق الاهلي يلعب الكثير من مبارياته هذه الايام بيلعبها هنا عايزين ايه عايزين حال يبقى بيلعب بطريقة سيئة يبقى يبقى هنختار badly الحال هنا badly بعد كده هنكتب الكلمة الصحيحة cotton everywhere in Egypt القطن بيزرع في كل مكان في مصر يبقى هنا مبني المجهول القطن مفرد يبقى is تصريف الثالث من grow يبقى grown يبقى is grown my father didn't happy about my exam results ابي لم يكن سعيدا بشأن نتاج الاختبار بتاعي لم يكن سعيدا في الماضي لم يكن معناها ايه wasn't لم يكن سعيد wasn't happy while he was playing football he down بينما كان يلعب كرة القدم هو سقط هنا while جبنا بعضها ماضي مستمر الناحية التانية يكون ماضي بسيط لان ده حدث قاطع مايفعش اكتبه مستمر he fell down يعني واقع my sister is a as my mother اختي في نفس جامل امي بقى as beautiful as as beautiful as as beautiful as يعني في نفس طبعا هنكتب هو as هنا مكتوبة بقى as fa as ده كده نحلم تحم محافظة المنوفية تمنى تكونوا استفدتم معا لو فيه ايه اسئلة ياريت تكتبها في الكومنت وما تنساش الاعجاب بالفيديو واشتراك في القناة good bye